السلام عليكم يا شباب ازايكم عاملين ايه? طبعا الفترة دي فترة دراسة وناس بتشتغل بالعشرة والاثناشر ساعة وفعلا بقى فيه ناس هتبطل تنزل جيم علشان ما تقدرش انها تتمرن بكامل الكثافة التدريبية او انها تنزل كل يوم تلعب جيم كتير هو ممكن يفضل قاعد على قهوة كل يوم بس يروح جيم كل يوم لا هيقول لك انا مش قادر اصلي مفيش وقت اصلي المذاكرة ما عرفش ايه معينه ممكن يكلم صاحبته طول الليل بس جاء على ارمة التمرين الغالبان ما يتمرنش ليه عشان ما فيش وقت ما فيش صحة الله اعلم بالناس فانا دلوقتي هقول لك ازاي تتمرن يوم واحد في الاسبوع وتحاول تحافظ على قدر صغير من العضلات يعني احنا محتاجين العضلات في حياتنا فتابعني الفيديو ده بس ارزع اللايك الجامد وكتب كومنت في فيديو جديد انت عايزه اشترك في القناة وفعل الجرس وقول صحابك بقى علي صياطني بتستكفش متقولش كفاية متقولش خلاص الجاي احسن ليفت واحسن اللي انت عايشه دلوقتي اول حاجة هنعملها هو التسخين الظريف اللي هو انت داخل الجيم فلازم تسخن نفصل الكتف كويس جدا علشان ما يقرفكش في التمرين تمام اول حاجة تحاول تسخن اماميات تكرار كتير بقى يعني مش عشر عشرين وتسخن جانبيات تسخن كده زي ما اقول لكم عشان وقت الفيديو فاي يعني احنا نعمل خمس عداد خمس عداد بس ان طبعا هتسخن ده كله عشرين تلاتين عدة في ادوار كتير علشان تسخن مفصل الكتف كويس اوي تمام كده 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 وهتكرر المجموعة دي كزا مجموعة كمان بعد ما سخننا هنبدأ بقى نلعب انا بحب ابدأ من الضهر بعد كده باطلع على الكتف بعد كده بنزل على بعد كده بلعب بلعب رجل امامي رجل خلفي سمانة وشوية بطن وكده تبقى تعشت قوي هنلعب بالاجهزة اللي انتو بتلقها في اي جيم يعني هنا مش هنلعب على اجهزة اه تقول لا انا ما عنديش الجهاز ده لا 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 كل الاجهزة اللي انا هنلعب عليها النهاردة دي موجودة في كل الجمات صاحب امامي اول دور بعمل ايه وزن خفيف جدا واجيب تكرار عالي قوي اربعين خمسين ستين ماشي وتاني مجموعة بتقل شوية وبنزل في العدد مسلا بشيل وزن كزا عشرين عدة طب تالت دور بزود في الوزن وبقلل في العدد بجيب خمستاشر رابع دور بشيل وزن تقيل بقى الوزن دي انا متعود عليه كم عدة عشر عدات احنا بقى نكمل بس هنقفل عشان ايه وقت الفيديو وهنصور في كل التمارين الحركة الاولى والحركة الاخيرة دي بقى رابع مجموعة بنحط فيها الوزن التقيل بتاعنا وبنلعب لان عضلاتك مش هتعرف تحافظ عليها الا لما تشيل وزن التقيل هلا يا واحد يقول لي طب ما انت عملت الفيديو ده قبل كده لما كنت بتلعبنا جنرال اللي هو الفيديو بتاع وانت داخل الجيم بتعمل ايه لا يا حبيب الفرق ما بين الفيديو ده والتاني ان الفيديو الاولاني بتاع المبتدئين هو انت بتلعب حركة واحدة بس لكل عضلة وكمان ما بتوصلش لوزن عالي انت تجيب عشر عدات او تمان عدات لان الغرض انك تحرك المفاصل والعضلات انما في التمارين بتاع النهاردة هو تمرين قاسي وجديد لان انت عايز تحافظ على العضلات اللي انت عملتها فانت بتستخدم الاوزان الخفيفة وبرضو بتستخدم الاوزان التقيلة ده غير كده ان العضلات الكبيرة هنلعبها حركتين مش حركة واحدة تاني تمرين معانا تمرين السحب الارضي بنجيل برضو وزن خفيف نسبيا بس مش خفيف قوي زي كاننا بنلعب اللات رجلنا كده هو بنطلع نوعصر فوق خالص ظهرنا مفروض ومستوي تسعين درجة وبننزل نفتح المجنص كده هو نفتح اللات كده بزي ما انتو شايفين ونطلع وننزل كده بالزب ما نروحش كده وإحنا طلعين ما نطلعش كده هو انا كنت قيلها كزا مرة بس قلت ايه اقولها تاني برضو للناس اللي بتنسى او لو انت اول مرة تفرج على الفيديو ده وبعد ما خلصنا الضهر نلعب بقى العضلة الاهم الكتف اللي هو بيتلكك وهيقرفك في حياتك وانت بتلعب اي تمرين كتف جانبي يعني رفرفة بصراحة يعني اقوى تمرين للكتف الجانبي الرفرفة على الاطلاق احنا بناخد اهم تمرين زي ما انتو شايفين اهو وزن خفيف وهعد كتير قوي برضو اربعين خمسين دلوقتي ده دمبل اربعتاشر كيلو ما بحبش اغامر في الرفرفة الجانبي خالص واربعتاشر كيلو يعني حاجة كويسة يعني بس انا بحب ألعب بأداء كويس وزن معقول احسن ملعب وزني تقيل وخرف في الاداء ألاقي نفس الصبت وما استفدتش دي بقى الحركة التانية للكتف امامي زي ما انتو شايفين اوكي طول ملوزن متوسط تقدر ترفع للاخر تمام لان التمرين ده لو عندك مشاكل اه في ظهرك او كتفك هيعالجها لك لان هو اصلا التمرين ده قريب من فلوزن خفيف متوسط ارفع للاخر افرد اما لو كان وزن تقيل بتطلعش الاخر تطلع نص طلع بس بالزبط كده عشان في ناس بيختلط عليه الامر ما بين التمرين اه البار الامامي ان هو يفرد للاخر وقول لك ان ده الصح او انت هو تلعب كده ونقول لك لأ ده انت رازم تطلع نص كل حاجة وليها الوظيفة بتاعتها زي ما انتفقنا احنا لعبنا بدأناها من ورا ضهر كتف شست عالي دلوقتي هنلعبه بالضمبل وهو ده الاداء الصحيح اللي ما وزن تقيل زي ما اتفقنا اول دور بنجيب عدد كبير نسبيا عشان نضخ دم للعضرة انا زي ما قلت لكم يا شباب اربع ما جميع فبتدرج بالاوزان الطبيعي انك تشيل رابع دور وزن تقيل بس بنفس الاداء انا اتركوا عليه محملة نرفع اليمين الشمال يولا اوكي وبالما ريح من التمرين اعز اواجه رسالة لحرامية حرامية ازاز المواء في الجيم رحمونا بقى رحمونا بقى رحمونا بقى واحد يعني ما بقى الحقشة تمتع بالقزم وخمسة جنيه حرام يا عم هات ازازتك وانت جاي اعمل اي حاجة سيب ام ازازتي في حالها زي ما بحقش اخد منها بقين برفلات ا هاتو معايا دي المجموعات التانية في الوزن عيلي تدريجيا ممكن بقى كل مرة ازود عشرة خمسة حد ما اوصل للحد الاقصى دلوقتي ننعب الباي سيفس حركة واحدة بس لانها عضرة ايه؟ 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 صغيرة داجل دا متبع؟ متبعني؟ Night يعني. كل الحب وكل الدعم. هاتوا معي. خليه يلا احلى مسا. هنعمل ايه? اول مجموعة بوزن خفيف قوي. نفرتك وبعد كده نزيد تدريجي لحد ما نوصل لوزن برضو مش عالي. نجيب بيه من اتنشر لخمساشر عدة. ده اول دور. واحد. اتنين. خلاص بقى انا هجيب اربعين خمسين بقى فايه? انا يعني هحافظ على وقتكم السمين. دوس لايك. دوس لايك دلوقتي. حتى البكاسة بقت في اللايكات. اما انت خسرين حاجة. اما بقى رابع دور زي ما انتم شايفين كده. وزن تقيل نسبيا. متحكم برضو فيه. باتي بنلعب. هنلعب برضو حركة واحد. طب ازاي زي كانت اكبر من يعني هي كبيرة. فهنلعبها حركتين? لا. هي اكبر من بس هي برضو عضلة صغيرة. فهنلعبها حركة واحدة. بنطلع كده مش زاوية تسعين بقى. عشان متحملش عالكوع. اطلع السنة كمان. وبتنزل تعصر تحته تطلع. اما لو عندك مشكلة في الكوع ما تعصرش. يلا اربعين خمسين عدى برضو. رابع دور بوزن تقيل. ونحفز على الاداء بتاعنا. مش عشان وزن تقيل نخرف. دلوقتي بنلعب الاكستنشن او الامامي. لعبة سلطنة كده. وانت قاعد معزز مكرم. بتجيب العدات بتاعتك. وزن خفيف. عدات كتير قوي. وانت طالع بتعصر. اربعين خمسين. وتزود برضو تدريجي. لحد مرابع مجموعة. تلعب اوزن تقيل. دلوقتي هنلعب. جهاز دفع. واسع كده زي ما انتم شايفين. اربع مجميع. في عشرين عدى. وزن متوسط. دلوقتي بقى نلعب الخلفية. الجيم عمتا فيه خلفيتين. فيه الخلفية الجالس اللي انا فيها دي. وفيه خلفية تانية اللي هيا الخلفية النايم. لو لقيت النايم العب عليها احسن. بس الجيم ما فيهوش غير الجهاز ده. برضو وزن خفيف وبتعلى تدريجيا لحد ما توصل لاعلى وزن من تمن لعشر عدات. برضو بنبه على الناس ان احسن من يعني الجودة بتاعت العدى اللي هو الزاوية لما بتجيبها صحيحة احسن ما تشيل وزن تقيل وما تعرفش تجيب الزاوية المطلوبة وتلاقي نفسك بتعد على الفاضي. اما بقى السمانة بتبقى حركة واحدة زي ما انتم شايفين بنقف على ستيب. بنطلع نعصر للاخر خالص وننزل. واحد. ونطلع نعصر وننزل. تلات. اربعة. اقل عدد من اربعين لخمسين عدى اربع مجميع بدون زيادة اي احمال. اما البطن هنلعب كرنش او بطن عليا على الجهاز يعني العدات من اربعين لخمسين عدى اربع مجميع. تمرين لعضلات البطن السفلة اربع مجميع من خمستاشر لخمسة وعشرين عدى في المجموعة الواحد. وكده لعبنا جسمنا كله في يوم واحد لو تقدر تيجي الجيم يومين في الاسبوع تلعب بنفس الاداء ده تمام? هتحافظ على العضلات اللي انت عملتها. لو ما تقدرش هو يوم واحد وما اعتقدش ان انت ما عندكش يوم واحد في الاسبوع ساعة ونص ولا ساعة تقوم بيها بالتمارين دي. لا هي ساعة ونص تمام بالزبط تاخد منها ساعة ونص. هلاقي حد بيقول لي طب انت في حاجات ملعبتهاش السواعد ملعبتهاش الرست خلفية الكتف ترباس دي كلها عضلات مساعدة بتشتغف عضل تانية يعني وانا بلعب صحب الارضي شغلت معي خلفية الكتف وانا بلعب باي شغلت الساعد والرست. اتمنى كونوا استفدتم من الفيديو. عجبك الفيديو لايك وشير وما تنسوش تشتركوا في القناة. تفعلوا الجرس واي حد اعسمر معي اونلاين. بعتلي على الانستجرام او الفيسبوك. كان معك رمي عدل. سلام عليكم.